السيدة أعضاء السلك الدبلوماسي وممثل القطاع الخاص المصري والأوروبي السيدات والسيدة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة أنا في منتهى السعادة أن أتحدث إليكم في هذه الجلسة الختمية للمؤتمر واللي بنتطلع كما قال سفير الاتحاد الأوروبي أن يتم عقده بصورة دورية إن شاء الله كل عام من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك ما بين الجانبين المصري والأوروبي والحقيقة اسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم تحيات فخامة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي حرص على افتتاح المؤتمر بنفسه طبعا برفقة السيدة الرئيسة أورسولا فاندرلين رئيسة مفاوضية الأوروبية في ضوء إيمان سياداته العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي والحقيقة لقد جاء سعي مصر لعقد هذا المؤتمر في ظل إيماننا العميق بأهمية مواجهة الاتحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مرعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه وعلى الرغم أننا نواجه العديد من التداعيات التي لا يمكن انكرها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات وعلى رأسها طبعا كوفيد-19 قد حرص على استعاب وامتصاص هذه الأزمات بقدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري ومن هنا ساعة مصر لإعطاء دفع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد على دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه والحقيقة أن هذا المؤتمر شهد على مدار اليوم وأمس عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئاسية الجانبية والتي بلغت نحو تمن جلسات مهمة جدا والتي مسلت فرص مواتية للنقاش الثري بين الجانبين قاده دون شك القطاع الخاص حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية والحقيقة يسعدني أن أعلن اليوم أن هذا المؤتمر قد شاهد توقيع تحديداً عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي يبقى نحن نتكلم على 29 اتفاقية وعقد ومذكرات تفاهم بإجمال قيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي ولكن بالإضافة إلى ذلك كان هناك توقيع لست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحلفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد أو مع شركات من جنسيات أخرى ولكن هدفها هو التصدير للاتحاد الأوروبي وعلماً بأن طبعاً هذه الاتفاقيات وهو ده الأهم قد تم توقعها سواء على مستوى القطاع الخاص من الجانبين أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية وبالتالي نحن نتكلم على مستهدفات كبيرة جداً وتؤكد هذه الأرقام مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي والشركات الخاصة، شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات بكل هذه المشروعات والحقيقة إن هذه المشروعات الحقيقة كانت في مجالات كلها مهمة جداً مثل طبعاً الهايدروجين الأخضر، السيارات الكهربائية، البنية الأساسية ومشروعات النقل المستدام التكنولوجيا المعلومات وخلافه من الحقيقة من القطاعات الرئيسية التي تعتبر هي القطاعات الرائدة التي حددتها وسيقة مصر عشرين ثلاثين في خلال الفترة القادمة إن شاء الله للتنفيذ وبالتالي الحقيقة كل ده بيأتي في إطار تحقيق الاستراتيجية الخاصة بمصر وأيضاً مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر في خلال المرحلة القادمة وفي ظل هذا الانطلاق الناجح الحقيقة للمؤتمر فإن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنصيق مع الشركاء الأوروبيين مع ضرورة وده لنا يعني حابل أن أنا أكد عليه ما ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه وترحه من أفكار ومبادرات وأيضاً ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم والتفاقيات أن يكون شغلنا الشاغل في خلال الفترة القادمة هو ترجمة هذه المذكرات والاتفاقيات إلى تنفيذ على الأرض لأن هذه الأرقام الأرقام الكبيرة التي تم الإعلان عنها اليوم إذا تم ما تم تنفذها فعلاً بصورة كاملة ستكون من شأنها أن تساهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل بصورة كبيرة جداً وبالتالي كل ده إن شاء الله سيسهم في تحقيق الاقتصاد المصري للنمو سنوية مرتفعة إن شاء الله في الحقيقة إنني أود في الختام أن أؤكد أن مصر عازمة على المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططتها التنموية وتحقيق أمال شعبها في غد أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار ونتطلع لكي يكون الاتحاد الأوروبي شريكاً فاعلاً في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر مؤتمرنا هذا الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين وفي الختام فإنني أدعوكم لاستمرار التواصل مع نزرائكم من الجانب المصري وأتطلع للترحيب بكم إن شاء الله في الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025 أشكركم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة